هروح للقطاع البطولة سريعاً وقطاع الرياضة هل يمكن أنه يتم النظر إلى قطاع الرياضة على أنه قطاع اقتصادي أو استثماري أو مصر يتتحول إلى دولة مصدرة لمنتج رياضي زي لعيبة أو محترفين أو غيره في سيستم نظام آه طبعاً إحنا زي ما قلت الحراكي إحنا يمكن قطاع الاقتصادي لمنتج اسمه الرياضة في مصر إحنا شغالين عليه من البداية لأن ده علم اسمه سبورت بيزنس يعني سبورت بيزنس مش العمل أن أنا بعمل أعمال في الرياضة بس لا صناعة الرياضة هي صناعة حتى أداء الخدمة فيها صناعة سعرز بتاعتها فبالتالي إحنا سنتين دول قدرنا نوفر على ميزانيات الحكومة المصرية ونسرع أداءنا نحن نطور المنشآت من خلال القطاع الخاص بحاجة اسمها حق الانتفاع وصلنا المليار 213 مليون في سنتين دول من القطاع الخاص تمويل ذاتي تمويل ذاتي بينشئ ويدير وبعدين تعود حمام سباحة في مركز شباب ملعب دار مناسبات محلات تجارية بتعود بالنفرة هو بي او تي بنعمل تريبل بي بنعمل كل المتشألة المفردات الاقتصادية وفي الرياضة 800 مليون يعني إحنا بنتكلم على 2 مليار جنيه تقريبا في سنتين دول دخلنا في القطاع الخاص يعني فيه ناس اشتغلت قد إيه راس مال اتحرك قد إيه فرص عمل قد إيه فرص عمل قد إيه في هذه القطاعات بشكل فكرة بسيطة لكن عملناها بشكل محاكم عقد موحد احنا على معرض على تقامة الرئيس قال لأ تعملها في عقد موحد وتراجع معها جهات الرقابية عشان يقوم فيه في شاب الفي وده اللي احنا عملنا تم تطبيقه تم تطبيقه فبالتالي احنا عندنا عدد من المشروعات يعني أكتر من 260 مشروع فيه موضوع مشروع واحد بس فيه مشكلة لأن القراسة ما كيتش في مكانها بالزبط أو بداية المشروعات فبالتالي لما يكون فيه مشروع بنرجع قانونين أو بترجع قانون بداية المشروعات ده حاجة كويسة جدا بالتالي لما بقول احنا بندير إدارة خدمة الرياضة من مفهوم اقتصادي ثم استسمائي يعني ايه الاقتصادي هي الجزء الاقتصادي يمكن بنقول لغة بسيطة يعني أنا المصرفات بتاعتي أغطيها يعني المصرفات على الأنشطة في معظم الأنشطة تغطي التكلفة بتاعتها عشان ده الهدف بتاعها التنمية والخد جزء الاستثماري إن أنا أطور في رأس المال للمنشأ أو الـ Capital Investment بتاعنا بتاعنا رأس المال المستثمر يعني ده موضوع تاني زي ما بنعمل مشروع النادي زي ما بنعمل بعض المشروعات ده خلنا في صناعة النجيل الصناعي كمصنع وهندخل في صناعات تانية فالوزارة تكمل نفسها تكاملية تكاملية وده في الحقيقة يعني الحمد لله يعني بنقوم بيه في الفترة ديت وبنغير طريقة التفكير ده بيسموه كده علمياً تغير طريقة التفكير ومن ثم تغيير الوقت ومن ثم تغيير الوقت صحيح ودايماً الموضوع زي بالزبط يعني الاستشاري الهندسي هو بيطور البنية والعمارة على ورق وبعدين بنلاقيها عمارة فإحنا في الإدارة كده الإدارة كده ممكن أنت إزاي تحط طريقة التصور بتاعتك بس مهمته على الأرض فده اللي بنعمله تقريباً يعني عشان كده بنطور الرياضة من مرفومين مرفومين مرفوم التنمية زي ما أحدك بتقول ومفوم رياضة البطول رياضة البطول عندنا مؤسسات بنديها تلاقة عملها وبنتبعها وبنرقبها لجنة الأنبية المصرية الاتحادات الرياضية الأندية طب بنكتفي بهذا عملنا خط موازن مشروع قومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي عملنا مشروع متكامل كان زمان فيه مشروع البطل الأولمبي البطل الأولمبي إنه هو بيشوف لعبة الموهوبة ويثقلها لأربع سنين عشان تدخل الأولمبي إحنا عملنا مشروع متكامل كملناه في الوزارة مشروع قومي للموهبة والناشئين إحنا بنروح بنجيب لجنة علمية كبيرة متخصين من كلات تربية رضية وكلات أخرى وخبراء وبنروح كل محافظات مصر وبنتعاون مع الاتحادات بنروح ننقي تبقى لمعايير بدنية علمية وانتقاء يعني طبي وفني ورياضي ولدنا وبنحطهم زك كشافة زماني زك كشافة زماني وبنحطهم في حاجة اسمها مراكز الناشئين عندنا 215 مركز على مستوى مصر يتمرنوا فيهم ولدنا وخصصنا ميزانية وبنسوق للميزانية دي كلها فعندنا العلعاب الفردية اللي بننقيها بننقي الولاد ما بنعبش حق خالص وعمار 6 سنين 8 سنين على حسب طبيعة أبدأ صنعه بقى أشوف التجارة أبدأ صنعه بس أنا أست أداؤه صحي وطوله ينفع لعبة إيه طول الأطراف عمليت فارز وتوزيع فارز وتوزيع من سبيل المقياس المورفولوجي يعني التنبؤ في السن ده بطول عظمة الفخز الفيلمر ديت بتدينا تنبؤ هيبقى طوله قد إيه وينفع لعبة إيه القياس المورفولوجي ليه الكف اليد بيدينا مؤشر لحاجة معدلات تانية كمان معدل القياس لحاجة اسمها في أوتو ماكس أو الحد الأخصى لإستهلاك الأكسوجين دربات الألف كمان يعني حاجة متقدمة اللي هي الألياف البيضة والحمرة هو ينفع حاجات يلعبها سريعة ولا بطيئة فبنبدأ نصنف احنا بنعمل ده علميا وعندنا لجنة علميا بس عايز يعني أخاطب المجتمع وأخاطب حضرتك فبالتالي بنعمل قاعدة كبيرة جدا كوحكومة وزارة شباب منطقها ونحطهم في معامل تفريخ سنتين سنتين سنة بدأت ومساعد وزير المشروع ده 2014 وخرجت شوية وبعدين جيت تاني كملت ووديته أكتر عشان يبقى مستمر عندي كم واحد في قلب المشروع احنا أكتر من 3000 واحد وهنبدأ الوفي الجديد ما يشيب بنفس الألية اللي حدا قلت ألية يعني رحت شفت الهندبول مع التحدي الهندبول مشروع كان فيه زمان اسم مشروع العمالقة وأنا طالب في كله اشتغلت فيه لتدريب الهندبول احنا طورنا كمان في المشروع دلوقتي هروحت شفت 2004 و2006 في ولادنا في الإسماعيلية حاجة تفرح يعني شفت 3 حراس مرمى عناية كده وخبريتي رياضية دول منتخب مصر خلاص وحطين برنامج لولادنا دول في أطوالهم وأرماطهم وتدريبهم يعني عارف هيروح فين عشان كده عندنا في الجودو وفي العلعب وقوة كده تحولت الرياضة إلى علم علم كده علم مش في فلاوه يعني كده أقدر أقوله دعم الفلاوه بجد بص حواكي احنا ماشيين في خطين موازئين خط أنا كنت لعب كاراتي رحت برحتي ومزاجي لعبت الرياضة بتاعت جبت بطولة جمهورية هيدخلوني المنتخب طب لو أنا معرفتش أروح وما روحتش مين اللي هيشوفني صحيح ده دورنا بقى نحنا ننطقي بنعمل خط موازئ للناس دي لقاء التالنت أو الناس اللي موجودة ونبدأ نجيب كمان مدربين وبندرب المدربين ازاي يدرب على الطريقة العلمية على الطريقة دي والإداريين ازاي يتعامل مع أولادنا دول ما فيش حاجة اسمها مش عارف ايه فبالتالي الرابط ما بين العلم والتطبيق ده شيء مهم جدا في كل حاجة الدول اللي تقدمت تقدمت ليه تقدمت لأنها عملت ده يعني أحيانا المجتمع لما يبص الواحد يقولك آه ده أكاديمي أكاديمي عشان يبقى معا حد تاني نفذ أكاديميته أو نظريته وده اللي عمله في قامة الرئيس انه هو جاب كل العلماء اللي في الخارج واللي هم تعالوا طواروا بقى معانا البلد في كل مجالات في مجال يعني المهند زهاني عازر ده يعني حاجة جمدة جدا أمام عندنا الحمد لله الدكتور مجد يعقوب عندنا يعني العلماء والخبراء عندنا نمازج نمازج كبير أنا كنت في جامعة في كارتون في أوتوان ينفرستي وكارتون في توب تن من الجامعات يعني عملت هندسة مصري وصل رئيس الجامعة مصري وحاجة كبيرة جدا فبالتالي العلماء دول بدأ يكون يعني وجودهم دلوقتي الحمد لله معانا فبالتالي لما بنشتغل يعني تطبيق العلم بس بشكل عامل يهو ده اللي ما أقول ودي المدرسة العملية عشان كده المشروع قام حقا بتسأل بتسأل اه ما احنا عندنا هنا كمان كلية التربائرة دي وفي شباب كتير سافر برا وفي كبار أساتذة موجودين يعني شيخ في العلم فبنجمع التوليفة دي علشان يكون فيه لجان عملية عشان تطلع ما بينها وبين المدربين ونضرب المدربين على كتلة تانية الحكومة المصرية بتستثمر فيها بيكون موازية الكتلة هي بتلعب في النادي وراحت للاتحاد وراحت للمنتخب الاثنين دول يتقابلوا مع بعض القاعدة بتزيد على المنافسة عشان نقول احنا 24 و28 و28 و32 و32 مصر شكلها ايه في الأوليمبيكس مثلا عشان كده خدنا الألعاب الفردية تحديدا وبدأنا كمان نزود الألعاب جامعية سلة وطيرة ان شاء الله بعد كده ناخد مراحل فبنعمل برامج علمية سواء التخزية المحاضرات للولاد التدريب كلام ده كله وإحنا بنقاوم لو فيه نقط مشاكل أو نقطة ضعف يعني بنقاوم هذا الموضوع إذن المشروع قاومي للموهبة والنشئين شغلنا في الاتحادات الرضية شغلنا مع اللجنة الأولمبية اللي هي أدارة المؤسسات اللي اختع البطولة كمان ان احنا الحمد لله منروح لأفريقيا ونجيب دورة الأرب الأفريقية للشباب نحنا في الجزائر وكذا ونجيب البطولات ونكرم الأبطال اللي موجودين في العرب الفردية يعني حاجات كتير في الحقيقة هل أحيانا بتكون عندك صورة سلبية اتحطت في النص بنروح بنعترفه بنشوف بنصلح ذاتنا بنقاوم يعني ده طبيعي لازم يحصل الكلام ده كله